من جديد نحييكم في جزء الثاني من برنامج أحكي بانون العسل التي تأتي وتصادف اليوم العالمي طبعا لحرية التعبير ثلاثة ماي التي سنتحدث عنها طبعا في الجزء الثالث والأخير وبالمناسبة أمس رئيس الجمهورية أقام حفل تكريمي أقول مأدوبة غداء على شرف أقول الأسرة الإعلامية بمختلف رمتها وهي سنة حميدة إتاد عليها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون طبعا في كل مناسبة لكن قبل هذا نتحدث الآن عن اتحاد الجزائر عن قضية الطاس وقضية الكاف والقرارات التعسفية وأمس فريق نهضة بركان الذي استعمل أوراق سياسوية قادرة أقول للأسف دخل المباراة ضد الجيش الملكي في قامسه دون الخريطة الوهمية التي أتى بها للجزائر لأنه كان يدرك بأنه من ناحية التقنية والفنية والكروية وجودة اللعب ومشتوى اللاعبين اتحاد الجزائر كان سيفوز عليه دهابا وإيابا لذلك اختار هذه الأساليب القادرة أقول التي تبعد ولا تقرب بين الشعبين وبين الناديين لأنه ما هي إلا مباراة كرة القدم في كل مرة نقول نحن عندما نتحدث عن هذه الأمور نتأسف أقول نتأسف لأن هناك شرفاء وناس كراماء وناس أحرار في البلد الجار المغرب حتى من نعممش لما نتحدث عن المخزن ونتحدث عن التصرفات فوزي لقجع ونهضة بركان للأخير كان رهينة فيد لقجع هل كان بإمكان لقجع أن يضع الخريطة في قميص الرجاء والويداد البيضاوي هذا السؤال نطرحها لك هل بإمكان الرجاء والويداد في أي منافسة إقليمية قرية عربية يوضع الخريطة الوهمية في قميصهم لا أظن ذلك لأنهم يملكون جماهير لها الوعي ولها التقافة ولها روح المحبة للشعب الجزائري ونفس الشعور نبادله لجماهير الرجاء والويداد وكل الأندية المغربية الكبيرة والعالقة أستاذ نبدأ من آخر بيان للكاف القرار التعسفي وبعدها جاء توضيح من طرف الطص قبل ما نبدأ من البيان قبل ما نشوف تداعيات أو قبل تداعيات هذه المقابلة قرار تعسفي من الكاف قرار بخسارة المقابلتين مقابلة الأولى مقابلة الثانية كرة القدم وجدت لتجمع بين الشعوب لتكون خالية من أي تصرفات سياسية دينية أو شخصية قبل ما توضع القوانين قبل وضع القوانين قبل وضع اللوائح بالنظر إلى اللوائح هذه لوائح سواء الفيفا سواء الكاف هي نفسها لوائح الكاف لترفض جميع هذه التصرفات المعيبة والماشينة واللا أخلاقية إن صح التعبير اليوم وجدنا في حادثة الخريطة أن الاتحاد الإفريقي قبل ما نروح لنهضة بركان الاتحاد الإفريقي كان هو السباق للخطأ باعتماده الققمصة التي وضعت عليها الخريطة المزعومة الخريطة الغير صحيحة يعني الخريطة التي تضم بلدين البلد الثاني يعني الصحراء الغربية مؤسسة جمهورية الصحراوية الغربية مؤسسة للاتحاد الإفريقي اليوم دولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي نجي لا كاف يعني اتحاد كرة القدم لإفريقيا ينزحها من الخريطة من خريطة إفريقيا ويضمها للخريطة أخرى هنا المشكلة هنا بعد ما الكاف سمحت وأيدت والله اعتمدت القميص لموضوع له الخريطة هنا الخطأ الأول اللي وقعت رغم أن المادة الرابعة من القوانين الفيفا تمنع دخل بالشعارات والرموز التي تسيع المادة الرابعة فقرة خمسة المادة عشر ثلاثة ستة من القوانين من لوائح الفيفا المادة 32 من لوائح الكاف أيضا مادة 32 راح أبعد من ذلك يعني كن نبدأ باش نلحقوا حتى المقابلة المادة 32 في الشطرها الثاني ولا في الفقرة الثانية تقول لك لازم على كل فريق ينزل ضيف على فريق آخر ودولة أخرى يجب أن يكون عنده اثنين من الأقميصة قميص فيه شعارات اللي كان يمشي بيها ولا الإشهارية ولا كل أنواع هذه أما القميص ثاني يكون خالي من جميع أي إشهار أو شعار أو إلى أخرى والشي اللي اعتمدت عليه الكاف قبل ما نجيل خالد الموشي من جانب كلاعب سابق بتاع الجزائر وأيضا نفس الشيء أيضا فيصل بنطلع كمتابع للشعر الكراوي كنا نمتضامنون مع اتعاد الجزائر في عدد القضية التي لا علاقة بالسيادة الوطنية وباستقلال الشعب آزل يعاني الأمرين يلقى كل الدعم النفسي والمعنوي والمدي يسموه كما شيتم من طرف الجزائر التي تعتبر الأخ الأكبر في منطقة المغرب العربي الكبير وش الأشياء اللي تم الاستناد إليها لاتخاذ القرار تعسوكي من ناحية القانونية طبعا لإشكال هنا عدم وجود أي بند أو قانون سواء يتوافق مع قرار مديرية المسابقات والتظاهرات ما كان لا قرار لا قرارات تنص على ذلك لا لوائح تنص على ذلك كل شيء كان خارج القوانين سواء قوانين الفيفا أو القوانين الكاف لم تعتمد على أي شيء حتى في القرار قرار خسارة اللقاء لم تعتمد على أي قرار أو أي لائحة سواء لدى الفيفا أو لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعني تاخدوا قرار هكذا بلا مكان قانون مكان وزيد يقول لك يبعتوا الملف لوجهة الانضباط باش تاخد قرار ترضعية هنا الاستفزاز بأم عيني هنا على الاتحادية الجزائرية كورد قدم الرمي بكل تيقالي ها في هذا الملف القضية يا ناس ماش قضية اتحاد الجزائر القضية غادر قضية منودية الجزائر العمل جاي وقضية أيضا شباب مجدد وشباب قاسنطينا وربما فرق ستشارك في المنافسة وفاق ستيف لماذا لا تشارك في المنافسة القرية يا ناس راي عندها أبعاد اليوم هذا القرار السادة كله تدعية سلبية دونك إلا ما كانش اليوم الفيفا ما اتخذش القرار سليم أعتقد الأموخفج عن نطاقها لاتحاد الافريقي وبإحالة الملف على لجنة العقوبات هذا شيء طبيعي لأنه لاكاف لاكاف راي في ورطة اليوم لأنه كما سبق وأن ذكرت لاكاف هي السباقة في الخطأ هي اللي أخطأت عندما اعتمدت الأقمصة هذه اليوم راي بين نارين تتراجع أو تكمل لازم تكمل في الطريق دونك إحنا اليوم نستنى لطاس نعم للمحكمة الدولية لكرة القدم من أجل إنصاف لاتحاد الجزائر لما رايش نبقى الأوهام لمناصر اتحاد الجزائر ومتابعين شعر كراوي لكن سنتحدث بعد قليل ما هي قراءتك لبين الطاس وماذا يمكن أن يكون هناك من قرار بعد يتحدث ستكون مباراة في بلد محايد في ملعب محايد مباراة دون دهب وأي مباراة وحيدة وربما دون جمهة لا نريد أن نبقى الأوهام لكن ندافع عن قضية مثل ما فات في قضية باكاري قصامة باش نعود أن نصحح للتاريخ كنت أدافع عن قضية أنا دوري كأعلامي وكأعلام وكقناة أن ندافع عن قضية ندافع عن قضية خالد المشياء بكل صراحة كيف تنظر لهذه القضية بكل صراحة كلعب سابق هي الدول ما عندهش حضرة واحدة أخرى هي الدول تمنع واحد الإكيب كما ليتحل السيما ليتنون دو تيتر على حاجة ما كانش كحتا معنا كما كانت يقول الأستاذ ما كانت لزارتيك وضحين كل جبين ولا كاف عطت لك واحد قرارات ما تخرج ديوم تشوف بليل كامفش بريمو صحراي بانسور في إيد فوزي لانكتشا بانسور ما تقدرش تكرار في حاجة واحدة أخرى في صد من طلعها لست هنا لتمجيد الرجال والتطبيل للرجال والتقديس للرجال هذا موش دوري لا كإعلامي أو كقاناة أو كإعلام بشكل عام ونحن نحتفل اليوم بحرية التأبير نارك أنه عندنا صندد في الكاف على شكلة الحاجة محمد رورا مباراة مصر الفاصلة في أوندرمان من ناحية القانونية دو زيرو قالي في مصر يتحسب ذاك البيت طروا مركوين بيت في تشاكر نارك أنه عندنا رجال صح وكانت سيادة الوطنية وكان كما يقول لك القرار قرار وكان عنده هذا كله بتاعه لأنه اسم الجزائر كان يتكر فقط كانت إفريقيا كلها تحترم لعبنا مباراة فاصلة في أوندرمان تلتيان بعد الهزمة في ملعب القاهرة ومحدثان هنا معلش طوينا الصبحة ويبقوا الأشيقاء أشيقنا وخوتنا لهم المصريين اليوم حالنا لازم نخلصه اليوم تابعات فيصل ما عندناش نموم التينين رئيس اتحادية اللي يجي أصمع نحينا فلان ما سحقوش نحينا فلان ما يمتناش نحينا فلان ما يحضرش معي في الاجتماع مشكلتنا ما نتفهموش بعضنا هذه المشكلة حتى ما نشلل تنتكلم مجال إعلامي نتكلم ما تعلقاء ما نشكل مع الاتحادية أتحدث بشكل على السبق ضيعنا رجال كانوا فيها هائل كف فيصل من رها صحيح على كل حال ولكن اليوم قضية قضية الجزائر ما ننساوش اليوم باش 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 اتحاد العاصمة يخسر في في ملعبه وثلاثة صفر شبنس كالمجاج هذا ما حضرش اللقاء ولكن اليوم الاتحاد العاصمة حضر في اللقاء ويعني مع الحكام حكام في في أرضية الملعب واللاكاف تعطي له ثلاثة صفر شبنس كه دهها بنوية دهها بنوية بنها دي حقرة ما شبنس كعندي المعلومات باللي الرئيس الفيدرالية وليد صادي رح بمواطلين يعني بموحامين صحاح شفنس كن ندو حقنا شبنس كاتف شوف أنا كتكلم لا 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 من يش كتكلم في الحجرة وروب في السابق تكلمت نركت عندنا كلمة اليوم مش وليد صادي الله غالب رحي ألقاء ألقاء ما قحته ممتل جزائر في هات الكاف رغم الاتحادية الكلمة حقه جبوا انتو قال ولقشا في قولي حق له ما تلائم منذ أما يقطع أو من قبل انتقدته وسيخطأ أو يخطأ سأنتقده حسب لي وليس صادية الاتحادية هرمت بيكل اتقالها طبعا في هذا الملف سيتريزان بورتون لنكن تلاعب كل صباحة صراحة لاني جالك الأستاذ لننطيك الوقت الكافي باش نوره جمهور الاتحاد والجمهور الرياضي سيتريزان بورتون عندك رأي استحادية بدك الكاريزما بدك العلاقات قلت حاجة مهمة كمال يا اللوبي باش تكون صحيح لازم عندك الناس الداخل حنا المشكلة اليوم على الاتحاد العصيمة وكيما كنت تقول على الاتحاد تلع قرأة قادم الجزائري هذي معتا والد صادية ووحده يتم طنك ويسوي بي أو يتبع وإشان الله ربي ما يضل مهمش ودرح سيد موحامين باش كونو في نطيك معلومة الميرزا فوكارهم في القضية دي يبون العسب للمعلومات التعليقات فتبانك موحامي ولا مش موحامي دي لو كي ميحبو مي بورليوطاس فيبري توطافي ايه قرأتوكا شوف نواسط فضل 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 أستاذ فضل أستاذ اليوم الاتحادية معدناش ممثلين في العكاف من وقت على كل حال من وقت رووا ما كانوش عدنا ممثلين بالعكس خرجناها لأه بورليستوار رووا واخرجوا لنا بطيت بورت تك صح رووا وش بتقدم خرجنا لنا بطيت بورت مشكلتنا قلت لكم ما نحفضوش على الليلية ولا ما نحفضوش عليهم نخرجوهم توجونا بطيت بورت ودوا الخط على كبير فرق بيننا وبين المغرب أنه عندهم تقريبا أكثر من 12 أو 13 ممثل في العكاف احنا ما عدنا حتى واحد دونك ما كان حتى واحد راح يدفع لك في العكاف أي قرار يتخذوه يتخذوه بسهولة بدون أي إشكال اليوم احنا إن شاء الله معاهد الاتحادية ومع وليد صادي مع أيضا بوزناد ناذير الأمير العام يعملوا عمل كبير في الاتحادية هذه يعني شهادة لله اليوم في القضية نعود ونقوله القضية الاتحاد العاصمة والاتحادية ككل قبل ما ينتقل وليد صادي شخصيا مع الأمير العام السويس كان اجتمع عدة محامين هنا في الجزائر من أذل تحضير الملف الملف اللي راح ي لنحط أمام الطاس يعني اللي كان دفعه دفعاته الاتحادية بمحاميها الأجانب في سويسرا اجتمعوا قبل ما ينتقلوا إلى سويسرا حضروا ملف كما يجب عملوا المراسلات اللاكاف من أجل تقديم وإعطاء وإفادتنا بالقرار المحيث لأن القرار الأولي اللي كان من اللاكاف لم يكن محيث كان رفض طعن وبس بعدها بعد طلب القرار المحيث كان عدنا عشر أيام مهلاء من أجل تبليغ الطاس والطعن في القرار تعال للاكاف تعال للمقابلة ككل خسارة المقابلة انتقل وليد صادي ومجموعة من الأشخاص الاتحادية في المحكمة الرياضية أين تم تعيين هناك ثلاث محامين أجانب من جنسيات مختلفة محامين قادرين على كل حال ومعروفين في اللفة الساحة الرياضية من أجل القيام بما يجب القيام به هناك دعم الملف أيضا بصور لللافتات التي كانت قد رفعت في ملعب بركان اللافتات التي كانت تحمل شعارات سياسية والتي هي أيضا غير مقبولة دعمت بفيديوهات أيضا إلى جانب الاعتماد على الاعتماد على اللوائح والقوانين التي تعتمد عليها الكاف وأيضا الفيفا يعني الكاف تابع للفيفا طبعا القوانين هي قوانين واحدة تقريبا في نفس الصدد القوانين الفيفا هي المهيئة هي الضالة هي لتطبق نقاش في تأخذ أسئلة تحبط رهات أستاذة للعلم أيضا أنه قرارات المحكمة الرياضية قرارات ملزمة اليوم بعدما ترح تصدر القرارات على المحكمة الرياضية رح يكون ملزم مهما كان قرأتك لبيان الطاس أمس الذي وضحها بيان الطاس هو بيان ما جاء على قرارك هو بيان روتيني طاس عادي جدا طاس تعلمك جميع الإجراءات التي تكون اليوم وكان يكون كين إجراء جديد تعلمك به غدا يكون إجراء جديد تعلمك به حتى وليكون زوج معلومات في نهار تألمك بزوج معلومات في نهار اليوم الإجراءات كيف ستكون اليوم الاتحادية وضعت طعن تاحا أمام المحكمة الرياضية الطعن برمته يوضع في 6 نسخ نسخة منه تروح للكاف يعني للطرف الثاني ونسخة تروح لنهضة بركان للإجابة على المذكرة المودعة وعلى الملف المودع بعد ما يعطيها مهلة سواء أربع أيام إلى ثمانية أيام على حسب الاستعجال تاع القضية بعد ما يرجع الكاف ترجع على المذكرة على الجزائر والطعن تاحا أيضا نهضة بركان أيضا تكون هناك مهلة أخرى للطرف الجزائري بشيزيلي قدم مذكرة أيضا تمسك تستغرق أفوان مقاطعة أفوان هنا على طبيعة القضية اليوم مدام رأي تعتبر تقريبا قضية استعجالية وأيضا بنسير دخلت فيها أمور سياسية أخرى راح تكون مستعجال أنظر حتى ولو أنها رفضت القضية لأنها تكون استعجالية لتلم بما هو موجود من أدلة ومن نروح بسرعة باش نوضح الجزائري نهبطوا شوية معاهم باش نكونوا باش يفهمونا جيدا الأستاذ رشيد طرافي هل الكاف أو الفيفا أو الطاس سيلزم على الكاف تأجيل مباراة نهائية حتى اتقاد القرار المناسب أو لو تلعب مباراة نهائية شوف يكون ستم الفصل في القضية الإشكال اليوم الإشكال أنه المباراة نهائية مبرمجة يوم 12 أظن أنه صعب جدا على أنه يصدر قرار بتأجيل المقابلة النهائية صعبة ولو صعب جدا يعني باش ما نكونوش يعني صعب جدا لأنه اليوم ما زال ما اكتملش الملفات ما اكتملش أمام المحكمة الرياضية والمحكمة الرياضية ما زالت ما عينتش حتى المحكمين لأنه عندما تعين المحكمين هي اليوم راح تطلب من الأطراف تطلب منهم هل يكون يعتبروا يعتمدوا على محكم واحد يعطيهم الخيار أو عدة محكمين وبعدها تعين المحكمين وثم تأتي دراسة الملف اليوم رأنا في جمع الملفات فقط استغرق مدة كبيرة شهر نظن ممكن أنها توصل لشهر لو يتم إعادة النظر في القرار هل سيتم عدم احتساب النهائي لو يتوج به مثلاً هنا تبقى إشكالية كبيرة اليوم هنا الإشكال كبيرة باك نسم طرحوا قال أسئلة المحتملة إشكال كبير إشكال كبير لأنه لو أجريت شوف أستاذ جبلة ربيا سمحني مع الكل احتراماتي لك رأك في المستوى اليوم ما شاء الله عليك اليوم يوم ما رأوا دخلنا في كل شي ما شاء الله ما شبنس كي يقدروا يعني أجلوا النهائي لأنه علاش يقدروا يأجلوها لأنه ما تنساش إحنا رأنا في إفريقيا ما رأناش في أوروبا شوف حتى أول شي سمحني ما رأناش في أوروبا إحنا الأفريقان نقدروا اللعبوا حتى الشهر ستة صح ولا لا طبعاً وهذا نهائي نقدروا يعني إن شاء الله أنا أنا متفائل على كل حب يدون اتحاد العاصمة يدون الحق أنا نظم لأنه علاش جاء هاد المبارسة دمي فينال ما جاءت في كاردو فينال هو الوقت الوقت الضيق جدا الوقت الضيق نقول نهائي يوم طناش خمسة شو بونس يقدروا يأجلوها حتى آخر شهر شوف تأجيل تأجيل ما رأوش راح يكون من من المحكمة الرياضية من المحكمة الدولية تأجيل ممكن جداً راح يكون ضغط على من الفيفا على الاتحاد الإفريقي من أجل إعادة النظر في المباراة وتأجيلها إلى وقت لاحق إلى غاية القضاء في القضية اللي رايما تروح طبعاً تطلب من المفروض منظن هذا ما يفوتهم راح تطلب من الكاف ومن الفيفا وحتى من المحكمة الرياضية شو بونس كالمنتخب الاتحاد العاصمة شو بونس يعني أنا نظن أنا على حساب المعلومات عند الملف يعني داروا ملف قوي جداً إذا الفيدرالية شو بونس فيها خير أنا على حساب فيها خير على كل أحد بش بش صحيب شي صحيب صحيب شي روح 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 راح مع الإسرام بالانتحاد وبركان أنا كنت نخاف ما لاباك جزيما بروفيتاو بالفيد هذا بش اللعب النهاية بش بعد وش إسرام ممكن يعرفوا باللي المستوى التحهم التقني لأنه تأهل أبو سليم الليبي الشقيق كان تأهل غير رياضي وش أن الأخطاء التحكمية والمهزلة الكبيرة التي حدثت في ملعب نهضة بركان على منو من ناحية الفنية التقنية خالد في صلق بمنجر الأستاذ ما ما يقدرواش المستوى تأتيها الجزيرة لا أنا أنا وش رأيك تكلم ما أنا تكلمتو نقول الاتحاد اليوم راهو الله يبارك ما شاء الله عليه قوة رف استمرار يعني كاس إفريقيا أنا نظن كانوا قادرين الاتحاد اليوم يفوتوا يعني بأرياحية جبنس كل الأخرين عارفوا كيفاش يصيروا هذا الخرج وخرج تعال أنتي سبورتيف جديري أنتي سبورتيف لأن كرة قدم ما ندخلوش سياسة ما ندخلو لأمنا وما خاوتنا وتحب السهنة ولكن دخلو أمور يعني ما يشطريقة يعني حضرية في كرة القدم لأنني سيئل فوتبول يكتب عليك عندك مبال إكيب تقدر ترباح السلام عليكم هذه هي كرة قدم الاتحاد العاصمة c'est الوطنان du titre يعني شافه أو عائره je pense que لسما رأيح بعيد بشي دياد الكاسد لاتف لسما donc تعرف à peu près الانتوراج لا بيانسور وشتما البيك سنة كمانغول الاتحاد العاصمة عقبت دي او ودبا وكوب دافريك دائما كان في المستوى لك البيك اللي غير نهري يقدر يخوشو بلا خرج الرياضة anti-sportif ما خرجوش كمانغول بلا لو كان خاصلو خاصلو مامسي على الاشتب كمانغول المكانية الاتحاد العاصمة خرمن بركان مام أنا قتالك الدلم فيها أشهد الواعد أخرى أستاذ وشتنا نقول الجمهور اتحاد الجزائر جمهور يوس مادرجي الجمهور الجزائر اللي يرام الضامن ووقف مع هذه القادية ونسجع تسأل ما هي القرارات المحتملة البعض يقول لك مباراة يكون في ملعب فاصل ملعب وعيد في بلد محايد وانترك تقول القادية قد تستغرق طويل طويل لأن الميل قادية الوقت هو وقت جمع الميل الفات والنهائي ربما مسايل أبي يوم 12 ما ما ديمكن أن نقول جمهور الاتحاة أولاد القادية هو بالنظر للقرارات الكاف لما اعتمدت على لحتى لوائح ولا حتى قوانين لي اتخذت فيها قرار منح النقاط المقابلتين لنهضة بركان مع وجود قوانين كثر لتعطيل حق الاتحاد الجزائر واتحاد العاصمة هنا القرارات المحتملة التي يمكن أن تكون من المحكمة الدولية لكرة القدم هو أنه أولا نقدر أن نقول أربع نقاط أو ستكون في القرار هذا أولا الخريطة الموجودة على قميص فريق نهضة بركان غير قانونية هذا أول شي ثاني شي رح تكون تأكيد على منع جميع الأنذية المشاركة في المنافسات الإفريقية تحت الكاف تحت ذهر القاف أن لا تظهر على قمصانها أي شكل من أشكال الممنوعة يعني أشكال سواء رسومات سواء كتابات سواء رح تأكد على هذا المنع وعلى الكاف أن تعتمده مستقبلا أيضا التأكيد على احترام الكاف للوائح الدولية هذا الشي مهم جدا وفي النهاية القرار الذي ننتظره إن شاء الله هو إعادة المباراة وهنا تكون احتمالين إما إعادتها في ملعب محايد وإما إعادتها في المباراة طبعا 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 لكن احتمالية 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 مثلا لو لعب النهائي وفاز فريق زم الكلمسي نحن أكد على هذه النقطة زم الكلمسي سيدخل تعرف القضية كيف يش تلغيني بالكاس إذا لعب النهائي فهنا إشكال كبير راح نوقع هذه نترحة هذه هذه هذا السؤال المهم في القضية هذا السؤال الجواري وإحنا هنا لنتظروا أنه الاتحادية تقوم بالدفع على أمام الفيفا من أجل إرغام الاتحاد الإفريقي على تأجيل المقابلة النهائي هذا راح يكون أول إجراء بيعت الحال اليوم كابتن نشوف جيرو جوان لازم يلغيوا المباراة نهائية لأن ما زال ما فيصلوش في المباراة سيلاعبون النهائي وما فيصلوش في المباراة ميسيون ميسيون أخذ الموشية والأستاذ رشيد طرفي نتأسف اليوم تسيب ليوصل ليه الكاف ليوصل ليه موتيبي وأعضاء الكاف لحقيقة الله يشوف سيكمال لا نظن اليوم لا نقول اليوم لأن التسيب من زمان من زمان نشوف الكاف آخر اتحاد دولي في العالم نحن أسرات عدة قضايا كهذه مماثلة للقضية هذه مثلا قضية الاتحاد السعودي مع أصفهان الأصفهان الإيراني يوم هاك الاتحاد السعودي الضيف على أصفهان الإيراني وجد في النفق تمثال تمثال في النفق فيه فيه إشارات سياسية هو لأحد المناهضين للسعودية في ذلك الوقت ما عندهش بزاف هذه إبا الاتحاد السعودي ما تخلش لعب المقابلة تلبش يتنحل تمثال هذاك الفريق الخصم رفع إذن الاتحاد السعودي ما تخلش ملعبش المقابلة الاتحاد الاتحاد الأسيوي أنا ذاك أعطى الحق للاتحاد السعودي وفاز الاتحاد السعودي على البساط ما تخلش المقابلة 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 للأسماع قوانين إن صح التعبير هذا هو شكرا بيانات الفريق هذا يتيري ولا أقول رجع المجال منك ماشناش بيان في هذه القضية ماشناش ممثلي تعاد الجزائر اللي لازم تكونوا حاضرين في البلاطوها تختاروا أي بلاطو شئتم لكن لازم تتكلموا لازم يكون صدق إعلامي من يكونش تعطين من قو ساكتين قد لأننا جاتنا تعليمات من قو ساكتين من تكلموش لا اليوم أنا إعلامي يتكلم والأستد يتكلم واللعب السابق والمدربة يتكلم والمحلل راو يتكلم والجمهور في موقع التواصل الاجتماعي راو يتكلم والإدارة السكتة اللهم التصريحات مقتضبة لأقل وكترح تختم معك هذا بالإضافة يعني للتنوير الرأي العام يكون هو سلاح الإعلام هو سلاح لابد أن يكون نخباه اليوم ما لازمش نكونوا متخبين لازم على الأقل نهضروا نتكلموا اليوم أنا وش جابني لنا علشان ينهضر يفهم يعرف وراه الأمور يعرف وراه المخطئ وراه المصيب هنا هذا هو لي لازم الاتحاد أنه يقوم به اليوم ما نشعر في الصمت والله محير يعني نظن أنه يعتبر أنه يجب الصمت من أجل العمل في سرية أو في كذا ولكن لا أظن ذلك أنه نظن أنه الكلام هو اللي يفيد أكثر من أنه نسكت هل لك الخيار على الكلام أو الصمت القرار التخذ وربما ستكون قرارات تعسفية أخرى أتكلم أحسن وأظر البلاطوات أحسن لأنك تملك أو تملكون الصفة في نادي اتحاد الجزائر هذا عدم الظهور أعتقد هو خطأ مرش في وقته على كل نتقي في جزء الثالث للحديث عن اجتماع رؤساء النوادي مع رئيس الفاف وليد صدي ونتحدث أيضا في دقيقة مقتضبة حول اليوم العالمي وهل يدرك الإعلام الرياضي مهمته طبعا ما تعلق بعدم المساس بحرية الأشخاص بقونا على التدابو بعد